أستاذ أحمد لدينا ثلاثة محاور في هذا الأمر أولا لماذا غضب مرتضى منصور هذه المرة من سباب جمهور أهلي وهو الذي يتعرض تقريبا يوميا للسباب من كل الناس ثانيا لماذا لم يرد الأهلي ولو لمرة واحدة بقوة أو بقصوة لإيقاف هذه المهاترة ثالثا زيارة وزير الرياضة لنادي الزمالك وشاته بيها وتوقع استمراره استمرار مرتضى ثمان سنين إيه الرسالة اللي بعتها وزير الرياضة أول حاجة فيما يخص أنه مرتضى منصور بيعني الثورة بتاعته وهجومه على النادي الأهلي أو على الألترس الأهلاوي لاحظ حضرتك تصريحات مرتضى منصور عام 97 منذ ظهوره في الوسط الرياضي وحتى الآن هتلاقي حضرتك كل مواقفه وتصريحاته كلها لا تختلف عن الوضع الحالي يعني لا تختلف عن تصريحاته في الوقت الحالي كلها جعجعة بلا طحين يعني مرتضى منصور يقول الأمر ولا ينفزه مرتضى منصور مش هو اللي لسه آيل من فترة وجيزة قال إنه فيه شكوى ضد النادي كان فيه نادي في البطولة الأفريقية وقال إنه أشرك فيتا كلوب وقال إنه هو أشرك لعيب مزور وحسس الناس خلاص إن الزمالك رجل للبطولة وهيخش دور النصف النهائي وما شوف ناش أي حاجة بعد كده نفس مرتضى منصور كان قال برضو سنة 97 و 98 و 99 قال إنه هيدخل كمال درويش واسمعيل سليم السجن فضل يردد هذا الكلام سنوات طويلة ويزر المستندات فتقالك ما فيش هبوطه على مسؤوليته وحصل هبوط فحضرتك شوف لو إحنا عدنا نحصي لمرتضى منصور تصرحاته وهم وقفه يعني مش هيكفينا يوم كامل وكلها كاذبة ولا تتحقق جع جع الأمر الثاني موقف النادي الأهلي أنا بالحقيقة مع موقف النادي الأهلي وكنت أخذ على النادي الأهلي إنه تصالح مع مرتضى منصور وإن محمود طهر قبل إنه هو يقعد معه لإنه ليس له عهد مرتضى منصور ليس له عهد يعني مرتضى منصور يشتم على الملأ يشتم في القنوات التلفزيونية وفي الإعلام وفي كل الدنيا ويصالح في الغرف المغلقة ويعتزر ويبوس الأهد ويقبل الأقدام يعني مرتضى منصور معروف بهذه الطريقة وهو عندما تخاصم مع مجرس دارة الأهلي وأهان رئيس النادي الأهلي كان في كل القنوات وفي كل وسائل الإعلام وعندما تصالح معه في غرفة مغلقة داخل اتحاد الكرة الأمر الثالث فيما يخص رسالة الوزير مرتضى منصور هو طفل مدلل للانقلاب والحكومة والنظام الحالي وهو بالتالي هو يعني يحظى برعاية كافة الوزارات يحظى برعاية الجيش يحظى برعاية وزارة الداخلية يحظى برعاية وزارة الرياضة خالد عبد العزيز أنا واثق مليون في المية أن كل التصريحات اللي قالها عن الإصلاحات اللي بتتم في ناد الزمالك ليس لها أي أمر على الأرض الواقع لأن الناد الزمالك دلوقتي عبارة عن خرابة وكلام دعا الواسئولية الناد الزمالك أصبح خرابة في عهد مرتضى منصور ولن تقوم له قائمة طول ما هذا الرجل موجود في سدة الحكم الناد الزمالك